اشتركوا في القناة وزن 66 كيلوغرام هذا الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ونصف ليلا بالتوقيت الجزائري وقبل هذه المواجهة صرحت الملاكمة التايلاندية وهي في نفس الوقت مجندة في القوات الجوية التايلاندية برتبة رقيب وتدرس في السنة الرابعة بالجامعة الرياضية الوطنية صرحت أنها تعرف جيدا إيمان خليف وسبق لها أن واجهتها في الهند وخسرت معها لأن جسدها كان منهكا وكانت تعاني من الدورة الشهرية وهو ما جعلها ضعيفة بعض الشيء ومع ذلك تعترف جانجان بأن قوة خليف الضرب وبنيتها الجسدية وأكملت حين نلتقي فلن أخاف لأننا متكافئة لقد أعددت جسدي جيدا لمواجهتها وتدربت كثيرا وبغض النظر عن أي شيء فنحن بشر وكل مننا لديه قبضة يد ما رأيكم في مقالته الطايلندية منافسة إيمان خليف وكيف ترون المواجهة شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر